متابعي أرام نيوز مرحباً نتحدث الآن عن قضية التصويت المبكر التي صارت حدثاً بارزاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تقول الإحصاءات الرسمية التي قدمتها الحكومة حتى الآن أن عدد الناخبين الأمريكيين الذين صوتوا في ال46 ولاية التي تسمح بالتصويت المبكر حتى الآن تجاوز الخمسين مليون أمريكي هذا رقم قياسي بكل حسابات التاريخ السابق ولكن قضية التصويت المبكر بالقدر التي تحمل خبراً جيداً للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء فهي أيضاً تحمل دلالات مختلفة للحزبين عادة ما يتفائل الديمقراطيون لزخم التصويت المبكر ويقولون أنه كلما كان التصويت بمعدلات عالية باكراً كلما كان مؤشراً على فوزهم المحتمل في الانتخابات سواء الرئاسية أو النيابية في مقابل ذلك تمت استراتيجية تاريخية اتبعها الحزب الجمهوري إلى غاية الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان الجمهوريون يعتقدون دائماً أن أفضل الأوقات للتصويت ترتبط دائماً بالتصويت في يوم الاقتراع ذلك لأن الحساب الذي يعتمده هؤلاء يقول بأن الفرز عادة ما يبدأ من لحظة غلق الصناديق وبالتالي ففي كل الحالات الجمهوريون وبالنظر لكتافة التصويت في يوم الاقتراع سوف يحققون تقدماً رمزياً في يوم التصويت وبالتالي سوف يكون ذلك مؤشراً على مصاري النتائج في انتظار النتائج النهائية هذه القاعدة لم تصدق العام 2020 حيث أظهرت النتائج الأولية تقدماً لصالح الجمهوريين لكن النتائج النهائية كانت في صالح الديمقراطيين بعض الولايات تقول الآن أن المرشحة الديمقراطية تحقق تقدماً طفيفاً على مستوى النتائج العامة ولكن الأمر ليس كذلك في ولايات أخرى مثل نيفادا مثلاً مثل جورجيا مثلاً حيث يحقق الرئيس السابق بعض التقدم في هذه الولايات ولذلك هناك رموز وأرقام على المستوى الوطني وهناك رموز وأرقام أيضاً تخص المستوى المحلي لكن ما يتفق عليه الطرفان جمهوريون وديمقراطيون أن هذه الأرقام القياسية بالنسبة لعملية التصويت حتى الآن هي بكل تأكيد نجاح لكليهما في تحفيز القواعد الناخبة وأنصارهم لكن تمت سؤال آخر يقلق الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء وهو موقف المحايدين أولئك الذين يؤمنون أن المشهد الانتخابي القائم حالياً لا يستحق جدوى الخروج من البيوت أي من يختارون ذلك الخيار الذي بات معروفاً هنا في الولايات المتحدة بخيار الأريكة رابح فلالي إيرام نيوز واشنطن